تواصل الحكومة مرافعتها لصلاح استغلال الغاز الصخري رغم الرفض الشعب القاطع لهذا المورد فبعد نزول وزيرة طاقة يوسف يوسفي ووزيرة البيئة وتهيئة الإقليم دليل أبو جمعة ووزير الموارد المائية حسين نسيب والوزير الأول عبد الملك سلال ورسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جاء الدور على وزراء قطاعات غير الطاقة عمار بن يونس نزل هو الآخر إلى ولاية منرست أين شدد على ضرورة مواصلة استكشاف الغاز الصخرية باعتبار أن التنقيب عن هذا المورد يحظى بإجماع وطني من كل الأطياف على الرغم من المظاهرات المناهضة لاستغلال واستكشافه أشيست بن يونس وخلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية منرست أمس الخميس قال إن استكشاف الغاز الصخر ضرورة حتمية لأسيما وأن الجزائر تعد ثالث مخزون عالم في الغاز الصخري وأن وجود بئر أو بئرين على الأقل لإجراء الاستكشافات والبحوث وإجراء التجارب الأولية حتمي ليعود بذلك بن يونس ليذكر بالتزامات الحكومة وعدم تفكيرها في المرحلة الحالية في استغلال الشيست لتكون بذلك كلماته بمثابة رسالة طمأنة لامتصاص الغضب والاحتجاج المناهض لاستغلال الغاز الصخري الذي تزامن وزيرته إلى الولايات وتأتي تطمينات وزيرة جارة عمارة بن يونس عقب الاحتجاجات المتأججة بمنطقة عين صالح ضد الغاز الصخري التي تطلبت مؤخرا تدخل الجيش الشعب الوطني لإقرار حوار مع أفراد المنطقة وحل المشكل الذي شبه مواشرة بعد إعلان صناطراك بداية الاستكشاف عن الشيس بالمنطقة في جنوبي المنصر رغم الإنزال الحكومي بالجنوب فإن رفض استغلال الغاز الصخري لازال قائما أمام المخاطر الجمة التي تنجم عن هذا المورد الغير تقليطي شكرا